قدمت إذاعة الشارقة التابعة لهيئة الشارقة الإذاعة والتلفزيون حلقة استثنائية بمناسبة يوم السعادة العالمي الذي يصادف العشرين من مارس من كل عام مساء العطاء في هذا اليوم الجميل في يوم السعادة مساءكم الله بالخير مستمعين ومتابعين الكرام من خلال إذاعتكم إذاعة الشارقة والتي تسعى دائما على نشر السعادة والابتسامة هذه الحلقة التي بثت عبر أثير إذاعة الشارقة حول يوم السعادة العالم جئنا هنا للإستوديو لمتابعة تفاصيلها كلمات مليئة بالسعادة والإيجابية قدمتها إذاعة الشارقة خلال حلقة استثنائية جاءت بمناسبة يوم السعادة العالمي لتنشر من خلاله البهجة والسرور عبر أثيرها الهادف الذي يصل للمستمعين عبر التردد 94.4 تأكيد أن الإنسان اليوم يحرص على سعادته في المقام الأول خصوصا أن السعادة تنعكس على صحته النفسية وما ننسى أن اليوم نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة التي كانت حريصة منذ البدايات بنشر السعادة والحمد لله نحن وصلنا لهذه المرحلة الجميلة وأننا نكون أسعد شعب الحلقة استضافت مجموعة من الضيوف واستقبلت العديد من مكالمات المشاركين لإدخال البهجة في قلوبهم حيث قدم البرنامج مجموعة من الجوائز المالية بمناسبة يوم السعادة نحن أسعدنا مجموعة كبيرة من الناس خاصة لو نشوف مدينة شارقة الخدمات الإنسانية الفئة الأولى خذنا منهم مكالمات فاجأناهم على الهواء بهدايا يعني مالية بسيطة من الإذاعة خذنا مكالمات كذلك من أشخاص محفزين أنهم يحفزون الناس عن يوم السعادة العالمي لأن السعادة ليس بس يوم السعادة هي كل يوم والإمارات وطن السعادة إذاعة الشارقة وعبر هذه الحلقة الخاصة تؤكد بأنها تواكب الأحداث الاجتماعية وتسعى لإثراء برامجها بكل ما هو مفيد مع الحرص على إسعاد متابعيها من المستمعين السعادة يجب أن تنطلق من قلب الإنسان الرسالة توجه إذاعة الشارقة للجميع في يوم السعادة العالمي لأخبار الدار فايزة ضمحاني الشارقة